تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين داعياً الله أن يديم على سموه الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه أعواماً عديدة وقد تحقق لمملكة البحرين في هذا العهد الزاهر المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعمه مساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر